ومن الفوائد المدرجة هنا في يوم الجمعة أنكم ترون بعض الخطبة يعتمد على عصر في الخطبة ليعلم أنه جاء حديث عند أبي داود وحسنه ابن حجر رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتمد على العصى إذا خطب إذا كان في الحضر وإذا كان في الحرب اعتمد على قوس حديث ثابت لكن هذا متى قبل أن يتخذ المنبر لكن لما اتخذ المنبر كما قال ابن القيم رحمه الله لم يعتمد لا على عصى ولا على قوس